لدى استقبال سموه لكبير مستشاري الدفاع لشرق الأوسط بالمملكة المتحدة قال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر إننا سعداء للفهم المشترك الذي أصبح يميز التعاون البحريني البريطاني حيال القضايا المختلفة لأنه يعكس علاقات ودية متينة متطورة لا في تنسوه إلى أننا في المنطقة نتطلع للانشغال بالتنمية والبناء لا بالحروب والصراعات التي سببت هدرا لإمكانياتها واستنسافا لمواريدها بعد أن أصبحت المنطقة محورا للنزاعات والتوترات والأمل معقود على دولنا قادة وحكومات بالتعاون مع حلفائنا وأصدقائنا في تشكيل حائط صد ووقفة مشتركة للحيلولة دون استهداف أمننا واستقرارنا في هذا الجزء الحيوي من العالم لذا من الواجب أن نجتمع ونتوحد ونتعاون كدول شقيقة وصديقة في مواجهة التحديات التي تحدق بنا جميعا والعمل على جعل وجهات النظر متفقة والتباينات في أضيق حدودها للوصول إلى الغيات التي ننشدها جميعا وهو أمن المنطقة وضمان استقرارها هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الإقضابية صباح اليوم الفريق السير جون لوميير كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في كافة المجالات خاصة في مجال التعاون الدفاعي والعسكري حيث أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن مملكة البحرين ترتبط مع المملكة المتحدة بعلاقات تاريخية راسخة وممتدة تقوم في كل محطاتها على الاحترام المتبادل وتغليب المصالح المشتركة ما فتح المجال واسعا أمام التعاون الثنائي في مختلف المجالات وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص مملكة البحرين على أن تبقى علاقاتها مع بريطانيا دوما متطورة وتسير في اتجاه متصاعد نحو المزيد من الازدهار منوها سموه بالدور الذي تطلع به الخبرات البريطانية في المملكة في مسيرة البناء والتنمية والمجالات الأخرى وفيما نوها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود الطيبة التي تبدلها المملكة المتحدة مع المجتمع الدولي في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة فقد بحث سموه مع المسؤول البريطاني تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة على المستويين الإقليمي والعربي والسبل الكفيلة بحفظ الأمن والاستقرار فيها من جهته أعرب كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة عن تقدير بلاده لدعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وبجهودها المشكورة في هذا الجانب اشتركوا في القناة